بعد أن اختطفه الحرس الثوري العام الفائت يعلن التلفزيون الإيراني أعدام الصحفي المعارض روح الله زم شنقا وفقا للحكم المثبت عليه بسبب ما وصفت بخطورة الجرائم التي ارتكبها ضد النظام الإيراني روح الله زم الذي كان يدير قناة إخبارية على تطبيق تليجرام من مكان منفاه في فرنسا اختفى في ظروف غامضة أثناء زيارته إلى العراق في أكتوبر عام 2019 للقاء المرجع الشيعية على السستاني وفق محامي روح الله زم فيما تقول مصادر إعلامية إن إيران استدرجته عبر أذرعها الميليشيوية التي انتحدت صفة مكتب السستاني ومن ثم اختطفته في مطار بغداد ليتم تسليمه إلى الحرس الثوري والذي زعم أنه استخدم أساليب حديثة لاستدراج روح الله زم والقبض عليه بصفته مديرا لموقع آمد نيوز الذي كان مرجعا إعلاميا أثناء احتجاجات عام 2017 في إيران روح الله أعدم بتهمة الفساد في الأرض تهمة قد تبدو غامضة وعيرة واضحة إلا أنها ذريعة تستخدمها طهران لتنفيذ حكم الإعدام بحق معارضيها زم لم يكن الضحية الأخيرة إذ أعلن الطهران اعتقال المعارض جامشيت شرمهد بعد استدراجه من مقر إقامته في الولايات المتحدة في عملية أيضا لم تتضح معالمها ليلقي الضوء على ملف استياد الدولة الإيرانية لرؤوس المعارضة ممن يعيشون خارج البلاد في المنفع ويتمتعون بحماية أمنية بالبلدان التي يعيشون فيها